الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع هذا المثل من أمثلة القرآن من أمثال القرآن الكريم يقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني من قبورهم يوم البعث والنشور إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني من الصرع والتلبس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه معظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الربا من أكبر الكذار وأعظم الموبقات وقد تأذن الله بحرب أهل الربا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله قال عليه الصلاة والسلام اجتنيوا السبع الموبقات وذكر منها الربا ولعن صاحبه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه قالهم سواء راوه مسلم هذا الربا ممحوق البركة يمحق الله الربا يضرب الله عز وجل مثلا في هذه الآية مثلا لسوء مآل المرابي وشدة منقلبه في الآخرة وإلى حاله السيئة بالغة السوء عندما يقوم من قبره يوم الدين يوم يبعث الله الناس من قبورهم في نشورهم فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس المصروع الذي صرع الشيطان بالجنون فهو يعثر ويقع ويقوم وينكفئ على وجهه وهكذا الشيطان يتخبطه فيضطرب حالته كمثل المصروع والمجنون عقوبة له كما قال معباس رضي الله عنهما آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق مجنونا يخنق وقال أيضا يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب وقرأ لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس طبعا أي سلاح ما عندهم شيء يوم القيامة يأتون ربهم عراتا بهما ما معهم شيء قال قتاد عن الآية هذه لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال تلك علامة أهل الربا يوم القيامة بعثوا وبهم خبل من الشيطان يعني الفضيحة أن المرابي إذا قام من قبره بين الناس الذين يقومون من قبولهم يعرف مباشرة بتعثره وتخبطه ووقوعه وانكفاء على وجهه واضطرابه وسوء حاله من أول ما يقوم من القبر من أول البعث والنشور عذاب فضيحة من أولها لا يقومون من قبولهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس المرابي عذابه في البرزخ أيضاً ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة قيل هي أرض الشام فانطنقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر نهر دم منتن خبيث فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده عيث كان فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا فقال الذي رأيته في النهر آكلوا الربا رواه البخاري كما أكلوا الربا في الدنيا أضعافا مضاعفا حتى عظمت في بطونهم كذلك في البرزخ يأكلونها صخورا تعظم في بطونهم وتثقل بها حركتهم لا يستطيعون أن يخرجوا من نهر الدم المنتن يأكلون صخور وراء صخور وعذاب وراء عذاب والحركة بطيئة ثقيلة لأن الصخور في بطنه هذا عذاب البرابي في البرزخ وعند القيام من القبر هذا عذابه قيل إنهم يبعثون يوم القيامة قد ادفقت بطونهم كالحبالة كلما قاموا سقطوا كلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم هذا هذه علامتهم يوم القيامة يعرفون بها ثم العذاب بعد ذلك في النار أشد 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 الآية فيها دليل على أن الشيطان فعلا يتلبس بالإنسان وأنه يصرعه طبعا هذه بمشيئة الله فأما من أراد الله حفظه لا يقدر عليه الشيطان ولا يستطيع أن يصرعه ولا أن يتلبس به وكثيرا ما يكون إهمال الأذكار سببا في تلبس الشياطين بالإنس الآية فيها عاقبة المرابي عبر عن أخذه للربا بالأكل قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الأكل أقوى مقاصد الإنسان في المال يأكلون الربا يأكلون ما هو يأخذون فقط يأكلون يأكلون الربا جشعا وحرصا وليس انتفاعهم به انتفاعا خارجيا لا يدخل في بطونهم يشترون بالربا طعاما لهم وكل لحم النبت من سحط فالنار أولى به هذا المرابي طعامه من الربا ولباسه من الربا وسكنه من الربا وإنفاقه على أولاده من الربا وأدخاره بالربا ولذلك وعيده شديد ونظرا لتلبسه بالربا يأكله صخورا في نهر الدم المنتن في القبر ويقوم كالمصروع والمجنون يتخبط هؤلاء ليس فقط يأكلون الربا لكن يشرعنون لأنفسهم أكل الربا ويجادلون في حله قال تعالى في الآية ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وهذه مقولة أهل الجاهلية الذين يعترضون على أحكام الله بل يكذبون على الله بل يقولون إن الله أباح الربا كما أباح البيع إنما البيع مثل الربا يعني البيع يجيب أرباح والربا يجيب أرباح لكن كذب على الله الله ما أباح الربا أحل الله البيع حرم الربا فبين تعالى بين الحكم الصادر عنه في إباحة هذا وتحريم هذا إباحة البيع وتحريم الربا وليس البيع نظير الربا لا تقيسوا الأشياء القياس الباطل لا تخلطوا تلبسوا الحق بالباطل وهذا الاعتراض على الشرع إنما البيع مثل الربا هذا مثل هذا خلط تلبيس تضليل لأنفسهم للآخرين يريدون الاستحلال الذي يأكل الربا لا يريد أن يحس أنه يأكل الإثم ويأكل سيئات بل يريد أن يطيبه لنفسه بزعمه يحل ذلك بالقياسات الفاسدة إنما البيع مثل الربا فكذبهم الله فقال وأحل الله البيع وحرم الربا ما لكم كيف تحكمون هذا مثل هذا البيع فيه اجتهاد واحد يشتري بأقل ويبيع بأكثر فالشراء فيه جهد والبيع والتسويق فيه جهد في عمل لكن الربا يقرض وينتظر لتأتيه الفوائد أضعافا مضاعفة ويزيد في الأجل ليزيد له المقترض في الفائدة وإذا صارت الفوائد مركبة صارت أزيد وأزيد وأكثر وأكثر وتتضاعف مع الوقت والمراب جالس لا يحرك ساكنا لا يبذر لا يزرع لا يصنع لا يبيع يشتري صفقات لا يبني الربا هذا مهلكة لماذا صارت بعض الأنظمة الحديثة تذهب باتجاه الفائدة الصفرية لأنهم أدركوا أن تخزين الأموال في البنوك لأجل الربا وعدم التحريك مفسدة على الاقتصاد العام ولذلك لما اتجوا إلى قضية الفائدة الصفرية حتى يدفعوا المرابين إلى تحريك الأموال بالأعمال زراعة صناعة تجارة إجارة لأن الفائدة الصفرية معناه أنك ما تأخذ ما تأخذ شيئا على الودايع وهذا أدركوا مؤخرا الآن أدركوا مؤخرا وصاروا يحاولون الاقترام من الفائدة الصفرية وإذا رفعوا يعني ربع في المية نصف في المية سبحان الحكيم العليم سبحانه يعلم مصالح العباد الله عز وجل في الآية فتح الباب للتوبة يعني لوحد تورط فعل وزل وضل وعاند وكابر قال الله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى بلغه نهي الله فالتعظ وتذكر وفهم رسالة الترهيب فانزجر فله ما سلف من المعاملة عفى الله عن ما سلف من تاب من الربى ولم يكن عالما بالتحريم تاب الله عليه له ماله السابق ومن كان يعلم بالحكم وتاب يتخلص من الزيادة وإذا كان يحتاجها فهو أولى من غيره ومدام تاب تترك له تشجيعا له على التوبة عند بعض العلماء إذا تاب وكان محتاجا إليها ومن أراد السلامة يأخذ راس المال ويتخلص من الزيادات وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون أكلنا أمرنا إلى الله أمره إلى الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من النار وأن يباعد بيننا وبين الحرام اللهم كفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على نبينا محمد شكرا للمشاهدة